موسيقى مشاهدين أعيدكم مبارك وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كيبورد ونبدأها بأبرز عنولها موسيقى اليمنيون يسرقون فرحة العيد من الحرب موسيقى في يوم الصحافة اليمنية صحفيون يستحضرون تضحيات رفاقهم في الحرب موسيقى تعز تتوج بكأس بطولة يامن يونيتد الرمضانية بنيويورك موسيقى فيسبوك تتيح لمستخدميها تقييم الإعلانات وإمكانية حظر بعضها موسيقى موسيقى وقد غيرت الحرب وأثارها أجواء العيد وبين غلاء أسعار وانعدام أماكن الترفيه للأطفال ووضع اقتصادي رديء أبا اليمنيون إلا أن يعيشوا الفرحة على الرغم من كل ذلك نشطوا مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن فرحتهم بالعيد بالتهاني والتبركات نشوف هذا التفاعل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في التاسع من يونيو يستحضر الصحفيون اليمنيون تضحيات رفاقهم في المهنة على وقع الحرب التي استهدفت حياتهم بشكل ممنهج وهم يوثقون الحقيقة ويغطون الأحداث وتحت عنوان يوم الصحافة اليمنية دشن ناشطون يمنيون وحقوقيون حول العالم حملة إلكترونية عارضوا فيها سلسلة من الجرائم بين القتل المتعمد والتعذيب حتى الموت التي طالت الصحفيين في اليمن خلال الحرب نشوف الحملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي نفس الموضوع نظمت منظمة صدر الإعلاميين اليمنيين فعالية تضامنية مع الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي تضمنت وقفة احتجاجية وأمسية نقاشية بمأرب برعاية محافظ مأرب سلطان العرادة نشوف صور من هذه الفعالية من مبادرات هذا الأسبوع تحصل الغذائية للنازحين والأشد فقرا من قبل صناب الاتهام وبالتعاون مع اتلاف اتهام للأعمال الإنسانية وتم البدء بتوزيع 200 سلة في الربع الأعلى وقرية العسالة وسوف يتم استهداف النازحين والمهجرين بجميع الأربع بمدينة حيس نشوف صور من هذه المبادرة أيضا ترجمة نانسي قنقر بأجواء فرائحية عمت أبناء الجالية اليمنية اختتمت البطولة الرمضانية الأولى التي ينظمها نادي الوحدة اليمني بنيويورك حيث توج فريق تعز بكأس البطولة نشوف صور من هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر أما من أخبار التكنولوجيا فقد عادت المشاكل لتظهر في هواتف أبل وهذه المرة في أجهزة آيفون 7 وآيفون 7 بلاس التي لاحظ المستخدمون عليها مشاكل في الصوت وتبدأ المشاكل من المايكروفون ثم تؤدي إلى توقف الجهاز بحسب موقع مجلات فوربس ويجمع المتخصصون على أن عملية الإصلاح تتم بإزالة شريحة الصوت ثم لف شريحة صغيرة من الأسلاك أسفلها لإصلاح الاتصال وهي عملية تطلب ربع ساعة مقابل 100 أو 150 دولار الخبر الثاني من شركة فيسبوك التي قالت أنها ستسمح لمستخدمي موقعها بمراجعة الشركات التي تبث إعلانات على الشبكة وربما حظر تلك الشركات التي تنار أكبر قدر من ردود الفعل السلبية وتهدف هذه الخطوة إلى التصدي للشركات التي تضلل إعلاناتها المستخدمين وتجعلهم يشترون سلعا أو خدمات ذات نوعية رديئة أو الشركات التي تسلم المنتجات في مواعد متأخرة وقالت الشركة في تدوين إنه يمكن لمستخدمي فيسبوك ترك رد فعلهم على الإعلانات التي شاهدوها تحت عنوان النشاط الإعلاني الخبر الأخير من مسح لمعحة رويترز لدراسة الصحافة أظهر أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك لمتابعة الأخبار بدأ في التراجع في الولايات المتحدة مع تحول الكثير من الشبان إلى تطبيقات التراصل مثل واتساب المملوك لفيسبوك لمناقشة الأحداث وقال الباحث بمعحة رويترز لدراسة الصحافة نيك نيومان في تقرير الأخبار الرقمية إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأخبار بدأ في التراجع في عدد من الأسواق الرئيسية بعد سنوات من النمو المستمر قال ما زلنا نرى زيادة في استخدام تطبيقات التراصل في الأخبار إذ يبحث المستخدمون عن فضاءات أكثر خصوصية وأقل مواجهة للتواصل وصلنا إلى فقرة الفيديوهات المليئة بأغاني العيد ونبدأها بجديد الفنان عبدالله الخليفي يعيد هلا يا عيد أهلا هلا يا عيد ألف هلا أنست نا عيدنا يا خير من وصل ضيف عزيز له في النفس منزلة كالغيث كالغيث يروي جديب الروح إذ هطل أقبلت يا عيد تروي القلب من فرحين وتجمع الوصل وتجمع الوصل وتمحو الغل والزللا أقبلت يا عيد والأنسى معاطرة وبلبل الحب صاغ اللحن محتفلا أيضا نستمع إلى هذه الأغنية العيدية المبدعة خديجة عمران ترجمة نانسي قنقر 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 عشرة أهل الفنان محمد الهجري أنا السنة يعيدة موسيقى 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 نختزم هذه الفقرة بجديد الفنان عبد الله جعدان عيدكم مبارك موسيقى 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 وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان أديب الولي موسيقى 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 نرحب بضيفنا اليوم أهلا وسهلا فيك أديب يا أهلا وسهلا بكم جميعا ومتابعين قناة بلقيس وقناة بلقيس بشكل عام وكل عام أنتوا بخير إن شاء الله وانت بألف خير وعافية إن شاء الله عيدك مبارك علينا وعليكم بخير إن شاء الله أديب نبدأ بأول سؤال كالعادة أوصف نفسك بكلمة أوصف نفسي بكلمة غير إن إنسان أنا مكافح كميل أكثر وسيلة التواصل تستخدمها أكثر وسيلة لفيش بوك وأجمل مكان زورته في حياتك؟ أجمل مكان ما مثل صنع اليمن شخصية تتمنى مقابلتها؟ في ظل هذا الظروف اللي احنا فيها حائلتي حسن الغربة نعم وشخص يدعمك أو مجموعة أشخاص يدعموك في مجالك؟ بالنسبة لمجموعة أشخاص يدعموني فيه قروب أحباب الفنان محمد سيصر الفنان الموزع مروال الحمادي الفنان أحمد عبدالبر مجموع فيه قروب بسيط كده المهندس محمد الحميري هذا القروب اللي يدعموني بالأبكار الفنية أصدقائك يعني؟ نعم أيها أصدقائك نعم أديب مجال دراستك؟ الثنوية طب لو تكلمنا عن لحظة سعادة عشتها أكثر لحظة سعادة عشتها؟ أول مرة زلت بيت الله خرامه مكة ولحظة حزن؟ الفراغ حكم أننا مغتربين أي لحظة فراغ في يوم يحبنا عنها فعلا طب الآن لو تكلمنا بداياتك مع الغنى متى وكيف؟ البداية البداية تقدري تقولي من خامة بداية كده في المدرسة نعم أيها لما دخلت الغربة اتربنا وانقطعت 8 سنوات عن المجال الفني بشكل عام الأسباب؟ يعني بحكم القرب أسباب أنه دخلت الغربة وما عارف أحد ما عندي أحد يعني أن أروح لأحد أحد يوجهني فبس على بل ما مشت العجلة كده ورجعت للمجال الفني الحمدلله بعد 8 سنوات طيب بعد 8 سنوات من رجوعك للغنى أول أغنية غنتها إيش كانت؟ معي يديتك كأغنية خافة فيني وأكثر أغنية اشتهرت لك في النت؟ أو بين الأوساط اليمنية؟ جميل هذه تعتبر أول غنية الحمدلله يعني للآن محجقة نجاح جميل جميل وأنت شخصياً ما الألوان الغنائية تتفضلها؟ واضح؟ أنا عن نفسي أنا أفضل يعني الألوان اليمنية بشكل عام هي غنية ما شاء الله وممتعة بس أنا عن نفسي أنا بحكم أن تربيت في صناعة وعيش في صناعة أنا أعمل للون الصنعاني جميل طيب إلى جانب الغناء تعزف على آلة موسيقية أو شيء آخر؟ لا إحنا لنا شوية مبتدين في الهندسة الصوتية جميل طيب تلحن وتكتب؟ لا نكتب لا ممكن يعني فكرة أنه اللحن أما نكتب لا جرب تلحن يعني؟ جرب نايا بس أنه نكتب صعبة شوي أيها طيب أكثر عائق واجهك في مسيرتك الفنية؟ أكثر عائق؟ أكثر عائق واجه جميع الفنانين اليمنيين المادة فعلا نفس الشكوى دائما طيب أكثر تحص أي فنان؟ طيب أكثر طيب أكثر ما يؤديها الفنانين اليمنيين؟ طيب فنانين يمنيين كثيرين ما يميز؟ مثلا ما يميزك عن بقية الفنانين اليمنيين؟ كيف ممكن تتميز عنهم؟ كل شخصية كل شخصية وأداء أنا ممكن أتميز مثلا أن يكون عندي أشلوب ميز في الأداء جميل طيب الغناء بالنسبة لك هواية أو ممكن يتحول لإحتراف أو مهنة؟ والله أمكن أسلسة السنوات الأخيرة صار مهنة مهنة فعلا جميل طيب صار مهنة فإيش يعني لك والغناء؟ ما أسمعك؟ الغناء صار مهنة بالنسبة لك فإيش يعني لك؟ يعني له غناء كل شي في حياتي الفن وكل شي جميل ولما تختار أغنية عشان تؤديها إيش أكثر حاجة يستكذبك لهذه الأغنية؟ أنها تكون بناسبة لصوتي حتى لو عجبتني اللحن والكلمات ثمانات بصوتي مستحيل أني أغنيها ممتاز جميل طيب أنت الآن في الغربة عندك مشاركات خارجية في الغربة؟ أو فقط يعني داخلا في اليمن؟ لا شاركنا شاركنا في ماليزيا شاركنا في البحرائيين شاركنا في كم دولة؟ لو تتكلم عن هذه المشاركات الخارجية؟ طبيعتها؟ طبيعتها؟ طبيعتها غالبية تتكون مناسبات كأحياء مناسبة الزواجات والتي كانت إيماليزيا كانت إحتفالية تارث 11 فبرايا جميل جميل طيب نتكلم عن الفيديو كليب الأخير اللي عملتوه؟ ما تقول لنا عنه؟ حاولوه؟ تقريبا هو العمل الأخير تقريبا؟ والله متى كانوا كده؟ هو الأول ومش الأخير مش الأخير؟ الأول أقصد يعني مؤخرا؟ مؤخرا مظهر يعني؟ أيوة طبعا بالنسبة للعمل أنا نجسته في ظروف جدا جدا صعبة يعني بحكم ما أناعاني في اليمن من ظروف فطرت أني أسافر إلى اليمن وأختار مبنى دار الحجر مبنى تاريخي وأصور فيه والحمد الله كله بمجهود شخصي ولكن الثاني البركة في الشباب اللي معايا طاقم العمل وكان رائع جدا لهم كل الشكر والتكتر والله طاقم وكان رائع الحمد لله توفق توفقتم فعلا طيب إيش تطلعاتك لمستقبل؟ والله، تطلعاتنا المستقبل أول, شيء قبل التطلعات نتمنى بسろう يا إيمن نرجعrs بلدنا إن شاء الله هذا على الج voucher العام على المستوى الشخصي ماذا تطلعك للمستقبل؟ فنشوف نفسك في المستقبل؟ بالله أشوف نفسي في المستقبل إن شاء الله إلى الأخضر بإبن الله تعالى إن شاء الله في أعمال جيدة بنزلها وإن شاء الله ستعجبكم بإبن الله تعالى أكيد إن شاء الله نتابعين وماذا تطربنا وماذا تسمعنا الآن في نهاية اللقاء؟ طيب نسمع شيامني تفضل ولا عندك أدلع كلامي وتحكم ظلم على قلبي وهو يهواك ضعيف النفس طبع في الهوى شكاك تمر جنبي ولا حتى تراني فخاف الله وارد حتى سلامي من اللي غير اسلوبك ومن غرّك ضعيف النفس طبع في الهوى شكاك الله أديب الولي الفنان أديب الولي شكرا جزيلا لك نتمنى لك كل التوفيق قمرة ثانية كل عام وأنت بألف خير وأنت بخير وأنت بخير وبصحة وسلام إن شاء الله وأدرون عليك خير لسا عني طاحي من النوم وكل عام أنت بخير إن شاء الله صباحك خير إذن صباحك شكرا جزيلا شكرا لك مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهرة بطوى أسفل الشاشة هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركير كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عمر وكافة الطاقم ومجددا كل عام وأنتم بألف خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة